شكرا للزميل العزيز المتقلق دوما في صل زدان وليه التقرير ده دلوقتي وليه المكالمة مع كابتن محمد رمضان دلوقتي على فكرة اللي قاله أحمد القندوسي مع أحد الزملاء في أحد البرامج بيقولوا مئة ألف ضيف في مئة ألف برنامج وبيعدي وبيمر مرور الكرام بل بيواجه أحيانا بعصفة من الشتائم ومن المفعلات وانت وشغلانا وحدوتا محدش يتكلم ولا 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 لكنه في النادي الأهلي زي ما سمعته من الكابتن محمد رمضان قال لك والله ده لا عيف في النادي الأهلي محسوب على النادي الأهلي وتكلم على عنصر داخل النادي الأهلي اللي هو أمير توفيق وبالتالي كان لابد من التحقيق ومن التحقق في الموضوع وفي الأمر لأنه الأمر مهم واحد يتكلم على سمعة واحد مؤثر في النادي الأهلي بقاله سنوات طويلة جدا جدا ويشهد له الجميع بالاحترام وبالنظافة وبالعفة اليد وأمور كثيرة جدا جدا وده لا عيب موجود على زمة النادي الأهلي بيقول هذا الكلام طيب هو الموضوع إيه القصة إيه الحدوتة إيه تعالى حقق أعد مستشار قانوني وزي ما سألت الكابتن محمد رمضان هل رأيك حيكون مرجح على أنه ما ليش دعوة أنا قدت دوري كمدير رياضي للنادي الأهلي كمدير كورة لفرقة النادي الأهلي عملت دوري كما ينبغي وجيه مستشار قانوني والتحقيق اتعمل امبارح واتعمل النهاردة وممكن وإحنا شغالين في الحلقة يصدر بيان من النادي الأهلي بهذا الأمر في هذا الموضوع هنا ده الاحترام لما تيجي تتكلم على مبادئ لما تيجي تتكلم على قيم لما تيجي تتكلم على احترام لما تيجي تتكلم على حاجات كتيرة جدا جدا هنا بتتكلم على النادي الأهلي هنا بتتكلم على كيف يدار النادي الأهلي لما بسأل كابتن رمضان معلول مثلا قال كل التقدير والحب والاحترام لكنه لما هنيجي ناخد قرار احنا بننحي العاطفة جانبا عليه معلول كويس حيبقى موجود في النادي الأهلي كلام قد يكون صعب على البعض لكنه كلام منهم اللي هو يتقال تكلمته على الناس اللي هتكمل في القدرات قال بعيدا على العطفة بنشوف شغل النادي الاهلي عمل ازاي لكن اللي أنا عايز اقوله لك هو النادي الاهلي تصرف ازاي مع الموضوع تصرف ازاي مع القضية تصرف ازاي مع القصة هو ده المهم اللي حضراتكم لازم تسمعوه اللي حضراتكم لازم تعرفوه لما تيجي تتكلم ليه النادي الاهلي كده عشان النادي الاهلي بيطبق كل قواعد الشفافية والاحترام مش غاغة مش كلمتين مش صوت عالي مش صريخ مش زعيق مش شعرات لا 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 ده على أرض الواقع ده أمر ملموس أمر محصوص داخل النادي الأهلي ما فيش كبير لما لقى الأهلي فوق الجميع فوق جميع أعضاؤه فوق جميع من ينتموا إليه لأنه يبقى النادي الأهلي عشان كان لما تقول أنه هو القلعة الرياضية الأهم والأكبر والأفضل والأحسن خد بقى فعل أفضل ده لحد مئة سنة